انقلاب يونيجر يصاعدون اتجاه المستعمر السابق ويتهمون فرنسا بسعي إلى التدخل العسكري في بلادهم وتنفيذ هجمات على الرئاسة لتحرير الرئيس المعزول في إطار بحثها عن سبولي ووسائل التدخل عسكريا في النيجر عقدت فرنسا بتواتي مع بعض النجيريين اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني للحصول على الموافقة السياسية والعسكرية اللازمة المجلس العسكري في نيامي اتهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء في الحكومة التي حلت بعد الانقلاب بتوقع وثيقة تخول لباريس تدخل العسكري المباشر في النيجر فرنسا التي شجبت الانقلاب وصاعدت من لهجتها حيال الانقلابيين خاصة بعد إدرام النار في صفارتها في نيامي أعربت عن قلقها بشأن أمن 1500 من قواتها تستضيفهم النيجر ردود الفعل الغربية الرافضة للانقلاب تتواصل حيث علنت ألمانيا تعليق مساعدتها الانمائية ودعمها المال لنيامي بينما حمل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قادة الانقلاب مسؤولية أي هجوم يستهدف المدنيين أو المراكز الديبلوماسية وموظفيها كما دعم قرارات مجموعة إكواس لغرب إفريقيا بفرض حصار على النيجر وفي محاولة للبحث عن حل للأزمة حل رئيس تشادي محمد إدرس دبي والتقى بقائد المجموعة الانقلابية كما بثت وسائل إعلامنا رسمية صورة للقاء الرئيس تشادي أيضا بالرئيس المعزول محمد بازوم في مسعى لإيجاد مخرج سلمي للوضع المتأزم